اتجوزت مرة واحدة في حياتها وكانت في السنوية العامة اتبرت من جوزها بسبب قضية نازل وبنتها كانت بتتحيل عليها تتجوز مرة تانية إلى أنها رفضت تماما فكرت في الاعتزال لعدم تقدرها وقعدت فترة طويلة من غير شغل اتخنقت مع فيفي عبده بسبب غريب ورفضت مشهد جريء قدام أحمد زكي هي عبارة عن كوكتيل مواهب من كتر شطرتها المخرجين خلوها تمثل كل الأدوار مرة في اللاحة ومرة بنت بشوائل هنتكلم النهاردة عن الفنانة فادية عبدالغني اللي ظهرت بعد غياب طويل عن الجمهور وكشفت عن أسرار كتير في حياتها في أحد لقاءات لها وكانت من أهمها أنها قعدت في البيت كتير بسبب قلة الأعمال الفنية اللي ما بقتش تتعرض عليها وده خليها تفكر في الاعتزال التمثيل نهائيا في عز مجدها وشهرتها اتعرض عليها فيلم معالي الوزير مع الفنان أحمد زكي وما كانتش تعرف أن فيه مشاهد جريئة ولما عرفت اتكلمت مع صناعة الفيلم يغيروا المشهد إلى أنهم رفضوا فاعتذرت احتراما لجمهورها وعلشان ما تضيقش ولدها وعملت دورها الفنانة لبلبة فادية عبدالغني حاجت قبل كده وقالت أنها تخنقت مع الفنانة في في عبده وده بسبب مشهد في مسلسل اسمه أظهار لكن في الحقيقة هم زي السمنة على العسل فادية عبدالغني اتولدت في 26 ديسمبر سنة 1961 ومحافظة الإسماعيلية عائلتها مستورة الحال الأب شغال موجه لغة عربية والأم شغالة دكتورة نسا وعندها ثلاث إخوات ولما كانت عندها 18 سنة اتحدت بعد إما خلصت السنوية العامة واع في غرامها رجل الأعمال فريد عبدالغني مصطفى ولما تقدم لها ما ترددتش ووافقت عليه اتجوزت وبعد فترة رجعت تكمل تعلمها لحد ما أخذت لصان شخوق درست بعدها في معهد التمسيق وكانت بتعمل أدوار صغيرة وبعد فترة بدأت تتعرف وجلها عروض كتير فشركت في مسلسل المال والبنون لكن لما لقيت إنها مش هتقدر توفق ما بين كل ده قالت تقعد في البيت وتاخد بالها من جزء وتربية أولادها بس زوجها اللي ضحت علشانه اكتشفت إنه متهم في قضية نصب وتقبض عليه بعد إما نصب على صاحب معرض سيارات بمبلغ 160 ألف جنيه اتحكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة ساعتها فادية ما استحملتش الصدمة وقررت تطلق بعد زواج دام لأكتر من 38 سنة ومن بعدها ما اتجوزتش تاني وبعدت عن التمسيل بعد ما كانت من أهم الفنانات جلها حققت نجاح كبير في أدوار اللي قدامتها سواء في دور المرأة الغنية أو الفلاحة أو الصعادية في الوقت ده كان بيجي لها عروب كتير جدا بالزواج وبنتها كانت بتقعد تتحيل عليها وتقول ليها تتجوز وتعيس إنها لكن كانت بتقول مش يبلك جوز أم يبصلك نظرة ما تعجبنيش ورفضت الجواز مرة تانية وأكدت فادية عبدالغني قبل كده إن الشغل وأولادها كانوا الونس والارتباط لسه هتتعرف على شخصية جديدة فقررت تعيش لأولادها اللي هم محمد وسورة اللي مسلت وهي عندها أربع سنين ولما كبرت وكانت عايزة تمثل روح تحلقالها شعرها علشان تركز في دراستها وما تفكرش في التمثيل تاني وأجبرتها على ارتداء الحجاب أما بقى محمد اتجوز وعايش برا مصر وتحديدا في النمسا وبقى عندها الفنانة فادية عبدالغني أحفاد كتيرة جدا واللي بتعتبرهم أهم شيء في حياتها الفنانة فادية عبدالغني مش نوعية الفنانين اللي بيحاولوا يلفتوا الأنظار دايما إلا إنها في واحدة من المناسبات العامة لفتت الأنظار لها بفستان وردي وبقصة شعر غريبة محبهاش الجمهور لأنه متعود منها على الأنواق والشياكة دايما إشعاد اللي تعرضت لها فادية عبدالغني كانت غريبة ومحدش يتخيلها فكان من ضمنها فقدان بصرها وده اللي خليها تطلع في لقاء تلفزيوني والتنفي كل الكلام ده لأنه تأذت كتير جدا وما بقيتش يتعرض عليها شغلة زي الأول على مدار مشورها الفني الفنانة فادية عبدالغني قادرت تكنعنا بشطريتها في كل دور وتمثيلها اللي بيكون بحرفية جديدة وعلشان كده الجمهور بيتمنى لها رجوعها تاني للشاشة